الاؤوووو certeza لا أزاله السلام عليكم انه يومي كيوب اليومي كيوب المجاة يقومون English يمكن يومي وحدا في البا cut او ممكن يجي 2 يونتز في البا ومعهم الماونت بتاع الجو برو دعونا نفتح الباكس طيب زي ما تشايفين بيجي في البا زي كده 2 يونتز طبعا هما مشهونين طيب في هنا ما تبصش للنور وانت بشكله بيجي معي USB 2 USB ومانيول زي ما انت تشايفين ممكن تستخدموا الجو برو مع الاضاءة خلينا نشغل الاضاءة ونشوف هي بتشتغل ازاي في زررين هنا واحد منهم بيشغل الاضاءة و 9 ستوبس بتقدر ان انت تزور منه الاضاءة والتاني بيقفل الاضاءة ممكن ان انت تتحكم فيه لومي كيوب عن طريق الابليكيشن من التليفون زي ما انت تشايفين هو بيشغل الكاميرا فممكن ان انت تتحكم في البرائتنس طبعا اللومي كيوب الباتري بتفضل شغاله لمدة ساعتين على الهالف باور يعني لو مشغله نص الباور بتاعه تقدر مشغله لمدة ساعتين او تقدر تشغله كل باور لمدة تلت ساعة قوة اللومي كيوب 1500 لومنز الاضاءة بتوصل ل 30 متر تقدر تشغله تقدر تشغله continuous light تقدر تشغله فلاش تقدر تتحكم فيه خمس اللومي كيوب عن طريق الابليكيشن كلهم في نفس الوقت تتحكم في الباور بتاعتهم تشغل واحد ثلاث في واحد زي ما انت شايفين اللومي كيوب اغلبه من المعدن ووتر بروف ضد الكسر تقدر تشغله لحد يدي ضغط حد 30 متر تحت المية continuous light او فلاش طبعا من احسن الحاجات الموجودة في اللومي كيوب انه هو كومباكت و تقدر تحطه معاك في اي مكان تقدر تحطه في الجيب بتاعك تقدر تسافر بيه بسيط جدا سهل الحمل بري سولد تقدر ان انت تستخدمهم بري كرييتف وي ان انت تستخدم كذا لومي كيوب في نفس الوقت تقدر تحطه في الشنطة لو انت بتسافر مش محتاج ان انت تاخد فضغة كبيرة وعلى قد ما انت كرييتف على قد ما انت تقدر تطلع حاجات حلولة تقدر ان انت تشحن اللومي كيوب بسهولة بس تفتح دي علشان ووتر بروف يعني علشان ما يدخلش مياه لجوه تقدر تشحنه بأي يو اس بي بسهولة هنتكلم دلوقتي عن الاكسيسوري دي الممكن تستخدمها مع اللومي كيوب اول حاجة عندنا اللايتهاوس بيجي معا الديفيوزر دول زي كدهو اول كده تقفل و بيجي معا تلاتة ديوزر تقدر عن طريق بس الماجنت ان انت تحط في اللايتهاوس الديفيوزر وتستخدمه وكمان تقدر تستخدم معا الفلترز بتاعت الالوان بتيجي لون احمر برضو عن طريق الماجنت تقدر تستخدمه واخر حاجة ممكن تستخدمها معا ده بيساعدك علشان تحجد من توزيع الاضاءة برضو نفس الطريقة هنتكلم عن الاكسيسوري التاني اللا ممكن نستخدمها مع اللومي كيوب في الهوتشو مانت حط اللومي كيوب عليه هون كاميرا الاضاءة لي البلوجرز او اي حد بيحب يصور نفسه زي ما انت شايفين ممكن اي حد يستخدمه تقدر تحكم في الاضاءة اتجاهها ازاي البلوجرز ممكن يبقى حلو جدا لهم ان هما يستخدموه تقدر كمان تستخدم معا الفون هولدر ويتحط اللومي كيوب هنا تشغل الاضاءة تقدر تصور زي ما انت شايفين كده هو تقدر كمان تستخدم الاضاءة دي مع الدرونز لو انت تستخدم فانتوم فور او انسباير 2 تقدر تستخدم هالمونت ده الفانتوم فور او كمان الانسباير 2 بيجي معاها المونت علشان اللو لايت شوتينج لو انت بتصور بدرو زي ما هونا تقدر تستخدم تصوير الاكشن تصوير الاندر ووتر بلوغينج مع الدرونز انت وبداعك وكالعادة شكرا للمتابعة